ينقذ أوزان أسلم الذي وقع في خطة فاتح بغض النظر عن ذلك كانوا لا يزالون قادرين على الاجتماع معا من ناحية أخرى يواصل فاتح وضع خطة جديدة دون أن يستسلم بغض النظر عن مدى ملاحقة أوزان لأسلم فإن أسلم لا ينسى تهديدات برشين ويضطر إلى التصرف وفقا لذلك من ناحية أخرى في حين أن يابز وإلول في حالة جيدة فإن يابز يشك فيما إذا كان الرجل الذي يسمونه عدنان يمكن أن يكون والده بينما يواصل عدنان وضع الخطط فإن راضية لديها أيضا خطط كبيرة أسلم سينطلق للابتعاد عن أوزان والآخرين كما يريد برشين لكن أوزان لن يترك أسلم وراءه أسلم سوف يقع في حب خطة فاتح من ناحية أخرى قبلت عائلة إلول يابز أكثر وأصبحت علاقاتهم أفضل من ناحية أخرى سيتعلم عدنان كل شيء وسيحاول إفساد هذا العمل كوراي وراضيت على استعداد للمشاركة تلعب دور أسلم في خطة برس وستدير ظهرها وتغادر من أجل أوزان من ناحية أخرى أزان مهوس لماذا فعل أسلم مثل هذا الشيء فاتح يتقرب من أسلم لسرقة حياة أوزان بالتوازي ينوي عدنان إيذاء يشار وإلول من ناحية أخرى يريد ياجز تقديم إلول إلى والده راضية وكوريسة يلحقان الضرر بإلولر بخطتين منفصلتين يشعر أوزان بالفضول بشأن الرد على عرضه لأسلم أوزان وأسلم مرتبطان ببعضهم البعض بشكل أكبر من ناحية أخرى يواصل فاتح وضع الخطة لأوزان في ذهنه بالتوازي أصبح إلول وياجز قريبين وستضع إلول خطة مع نوران لتقديم ياجز إلى والده راضية ستحاول إحباط هذه الخطة أوزان أنقذ أسلم لكنه في خطر عظيم لم يحسبه أو يعلم به قط أثناء حدوث هذه المواقف يكون السر الكبير للهدية على وشك الكشف بينما يتعين على هدية أن تشرح الأمور لطارق وأسلم فإنهما يدخلان في جدال لأن سيبل ساعدت طارق بالتوازي تسبب كوراي في حدوث شقاق بين إلول وياجز رأت إلول بأم عينيها أن يابز كانثريا أصبح كوراي مرتبطا أكثر فأكثر بإلول وقرر ياجز أن يقول كل شيء حتى يأتي سيفو لمساعدته بينما يحاول أسلم الهروب من السجن يحاول برشين العودة إلى منزله يحاول أوزان جنكيز وطارق وهدية تعقب أسلم سيبل لا تحب هذا الوضع وتشعره وطارق بالتوتري جنكيز على استعداد لفعل أي شيء لمنع الكشف عن خطته بالتوازي كوراي ورازية يضعان خطة مرة أخرى سوف يوقع كوراي يابز في الفخ لكي يجعل إلول يقبل أنه ثري يحاول أسلم وبرسين الهروب من مكان سجنهما يبحث أوزان وطارق عن أسلم وبرسين في كل مكان ويحتفظون بجنكيز معهم عندما علمت سيبل أن برسين متورط في خطة اختطاف جنكيز قامت بتهديده من ناحية أخرى يحاول كوراي أن يثبت لإلول أنياجز ثري إلول مرتبك ويشتبه في أنياجز ثري أسلم يحاول الابتعاد عن أوزان تحت تأثير الهدية بينما يحاول أوزان التصالح مع أسلم يريد برسين منعه ستطلب سيبل من جنكيز المساعدة من أجل برسين من ناحية أخرى أصبح إلول ويابز قريبين جدا عند رؤية هذه الأمور كوراي مستعد لفعل أي شيء لمنع هذه العلاقة بعد أن خسرت أسلم المنحة الدراسية تتوجه هي ووالدتها إلى إزميرا يحاول طارق تغيير هذا الوضع ستجرب سيبل طرقا أخرى لجعل الخطط تعمل بشكل أسرع بالتوازي سيدخل يابز إلى عائلة إلول دون أن تلاحظ ذلك كوراي وراضيت لا يحبان هذا الوضع وسيحاولان منعه أسلم الذي جاء إلى أنقرة من إزميرا للدراسة في الجامعة تشاجر مع أوزان منذ اليوم الأول أوزان شاب متمرد وغاضب علاقة حبهم مع أسلم عديمة الخبرة ولكن العنيدة هي أيضا عاصفة وعاطفية شبابنا لا يختبرون بمحبتهم فقط يفتح لقاءهم أيضا الكتب بين العائلات التي كانت مغلقة منذ سنوات الطموح والغطرسة والتضحية والاختلافات الاجتماعية والاقتصادية والأكاذيب وأسرار الماضي ستقلب حياة الشباب وأسرهم رأسا على عقب والحقائق التي دفنت وتمت تغطيتها ستظهر واحدة تلو الأخرى ولن يكون هناك شيء على الإطلاق نفس الشيء مرة أخرى بينما يحاول أسلم الهروب من السجن يحاول برشين العودة إلى منزله يحاول أوزان جنكيز وطارق وهدية تعقب أسلم سيبل لا تحب هذا الوضع وتشعره وطارق بالتوتر جنكيز على استعداد لفعل أي شيء لمنع الكشف عن خطته بالتوازي كوراي ورازية يضعان خطة مرة أخرى سوف يقع كوراي يابز في الفخ لكي يجعل إلول يقبل أنه ثري يحاول أسلم وبرسين الهروب من مكان سجنهما يبحث أوزان وطارق عن أسلم وبرسين في كل مكان ويحتفظون بجنكيز معهم عندما علمت سيبل أن بيرسين متورط في خطة اختطاف جنكيز قامت بتهديده من ناحية أخرى يحاول كوراي أن يثبت لإلول أنياجز ثري إلول مرتبك ويشتبه في أنياجز ثري أسلم يحاول الابتعاد عن أوزان تحت تأثير الهدية بينما يحاول أوزان التصالح مع أسلم يريد بيرسين منعه ستطلب سيبل من جنكيز المساعدة من أجل بيرسين من ناحية أخرى أصبح إلول ويابز قريبين جدا عند رؤية هذه الأمور كوراي مستعد لفعل أي شيء لمنع هذه العلاقة بعد أن خسرت أسلم المنحة الدراسية تتوجه هي ووالدتها إلى إزميرة يحاول طارق تغيير هذا الوضع ستجرب سيبل طرقا أخرى لجعل الخطط تعمل بشكل أسرع بالتوازي سيدخل يابز إلى عائلة إلول دون أن تلاحظ ذلك كوراي وراضيت لا يحبان هذا الوضع وسيحاولان منعه أسلم الذي جاء إلى أنقرة من إزميرة للدراسة في الجامعة تشاجر مع أوزان منذ اليوم الأول أوزان شاب متمرد وغاضب علاقة حبهم مع أسلم عديمة الخبرة ولكن العنيدة هي أيضا عاصفة وعاطفية شبابنا لا يختبرون بمحبتهم فقط يفتح لقاءهم أيضا الكتب بين العائلات التي كانت مغلقة منذ سنوات الطموح والغطرسة والتضحية والاختلافات الاجتماعية والاقتصادية والأكاذيب وأسرار الماضي ستقلب حياة الشباب وأسرهم رأسا على عقب والحقائق التي دفنت وتمت تغطيتها ستظهر واحدة تلو الأخرى ولن يكون هناك شيء على الإطلاق نفس الشيء مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر